نحن لنا أعتقد أن وقف إطلاق النار هو الإجابة الصحيحة في الوقت الحالي نحن نعتقد أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يفيد حماس ويصب في مصلحتها وهي الرابح الأكبر من ذلك ومع استمرار إسرائيل تنفيذ عملياتها ضد حماس وقياداتها لكن ما قلناه ينبغي أن ينظر فيه ويبحث فيما تعلق بهدنة إنسانية مؤقتة محدودة تسمح بدخول مساعدة إنسانية ومساعدة في إخلاء من يريدون المغادرة ولكننا لا ندعم وقف إطلاق نار شامل